فحوصات دقيقة تجريها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية للمتقدمين على دورتين كلية البحرية الرقم 46 ومركز التدريب المهني الرقم 45 بدأت أكاديمية الخليج العربي بافتتاح أبوابها لاستقبال المتقدمين للقبول بدوراتها الكلية البحرية الدورة رقم 46 ومركز التدريب المهني للبحرية الدورة رقم 45 الحقيقة مسألة وآلية القبول كانت آلية سهلة بالنسبة للمتقدمين هي بدايتها ملء الاستمارة الألكترونية عن طريق الرابط الألكتروني الذي حدد مسبقا من قبل وزارة الدفاع وفق الشروط والضوابط حقيقة الشروط والضوابط بالنسبة للكلية البحرية سواء كان بفرعيها البحري أو الهندسي بالنسبة للبحري التنفيذي المعدل لا يقل عن 65% وخريج الدراسة الإعدادية الفرع العلمي وأيضا بالنسبة للفرع الهندسي الحقيقة لا يقل المعدل عن 75% بالنسبة لخريجي الإعدادية الفرع العلمي حصرا تم وضع آلية وجدول للمحافظات وفق الحقيقة أسبقية المحافظات بالنسبة للأعداد الفحص الطبي يبدأ ابتداء من الوزن والطول ومن ثم التوجه إلى فحص الأعضاء الداخلية والتناسلية للمتقدم ومن ثم فحص العلامات الحيوية ومن ثم الأمور الخاصة بالشكل الخارجي للمتقدم وكذلك إذا كان يعاني من أمراض جلدية ومن ثم قياس كل أبعاد الجسم حسب المعايير والضوابط وقياس الأقدام المتقدم إذا كان يعاني من فلاتفوت أو غيرها ومن ثم التوجه إلى طبيب الأسنان لفحص كل ما متعلق بالأورال كافتي اللي هو التجوف الفموي أسنان وغيرها والإطباق أوام وما شكل ترفض الأكاديمية البحرية مؤسسات الدولة العسكرية منها والمدنية بخرجين متخصصين في المجالين الحربي والتجاري مهمة الكلية البحرية تهيل وعداد الطلاب خريجي الدراسة الإعدادية للعمل كببات بحريين في قياة القول البحرية والدوائر المدنية ذات العلاقة السنتين الأولى والثانية تكون الدراسة نظرية وعملية داخل الكلية في الأجنحة التعليمية في أكاديمية قليل العربي والمرحلة الثالثة الفصل الثاني تكون الدراسة عملية والفصل الأول من المرحلة الرابعة مدة الدراسة أربع سنوات في الكلية البحرية لخريجي الدراسات الإعدادية وثلاث سنوات لطلاب مركز التدريب المهني أتلقون فيها دروس نظرية وعلمية تسقل مهاراتهم وتنمي قدراتهم الغاية إن شاء الله نصبح ضباط أكفاء في خدمة الجيش العراقي والأكاديمية البحرية العسكرية إن شاء الله سيد وإن شاء الله التوفيق لنا وللجميع إن شاء الله لإعلام وزارة الدفاع الملازم أول مصطفى مهاوي